مولودية جزائر العائدة إلى الشامبيونس ديغ والتمثيل الأفريقي نجل الرياضي القسنطيني الذي يشارك اتباعا في المسابقة الأفريقية كباب المزداد هو الفريق الغير محظوظ في مسابقة رابطة الأفريقية هذا العاصمان متوج بكأسي السوفر وكأسي الكونفيدرالية في الموصف قبل الماضي هل يمكن أن يعود إلى فرض نفسه في هذه المسابقة لو حظوظ كبيرة السلام عليكم تحية طيبة مرحبا أهلا وسهلا بكم مرحبا بكل من يتابعنا أرد أن أتحدث عن قرعة التي جارت منذ لحظات فيما يخص قرعة رابطة أبطال أفريقيا وأيضا من قرعة كأسي الكونفيدرالية طبعا مع تمثيل الجزائري متواجد من خلال أربعة أنديا شباب قسنطيني نجل يدي قسنطيني والتحاد العاصمة في كأسي الكونفيدرالية مولودية جزائر وشباب الوزداد في رابطة أبطال أفريقيا لكن من خلال هذه القرعة هل يمكن أن نقول شباب الوزداد هو الفريق الغير محظوظ في مسابقة رابطة أبطال أفريقيا مولودية جزائر العائدة إلى تشامبيونس ليغ والتمثيل الأفريقي في أغلى المسابقات الأفريقية هل يمكن لها أن تقول كلمتها بعدما اليوم تعرفت على منافسها نجل رياضي القسنطيني الذي يشارك اتباعا في المسابقة الأفريقية كأسي الكونفيدرالية أيضا هل له حظوظ كبيرة اتحاد العاصمة المتوج بكأسي السوبر وكأسي الكونفيدرالية في الموسم قبل الماضي هل يمكن أن يعود إلى فرض نفسه في هذه المسابقة وخاصة بالنسبة لشباب الوزداد هل يمكن أن يتجاوز هذه العقدة ربع نحية لأنه للموسم الخامس يشارك شباب الوزداد في مسابقة رابطة أبطال أفريقيا سوف أعطيكم بقرأة وأنتم أعطون لرأيكم في تعليقاتها مولودية الجزائر في المجموعة الأولى رفقة تاتي في مازنبي يونغ أفريكان زنطانزاني الأهل السعودي ومولودية الجزائر في المجموعة الأولى في التصنيف الرابع في المرتبة الرابعة طبعا فيما يخص المباراة أما شباب الوزداد وقع في مجموعة الموت للأسف ومجموعة صعبة ومجموعة في الكثير من الحسابات مع حامل درع البطولة في الموسم الماضي مع نادي القرن الأهلي المصري شباب الوزداد أورلاندو بيرات أيضا وبالإضافة إلى ملعب أبي جون من كو ديفور هي المجموعة التي كانت فيها شباب الوزداد فيها الأهلي المصري وفيها أيضا أورلاندو بيرات متعود يشارك أيضا ملعب أبي جون يعني ليس بالقوي لكن مع الأهلي المصري ستكون مباراة صعبة لشباب الوزداد بإسلام مسليماني وبخبرة وتجربة للموسم الرابع مع صعوبة في بداية البطولة هل يمكن لشباب الوزداد أن يفرض نفسه في هذه البطولة فيما يخص مولودية الجزائر العائدة المسابقة الأفريقية مثلما قد سيواجه تيفي مظمبي واحد مع مالقة القرى الأفريقية والأونو ترجع شوية يونغ أفريكانزا تنزاني الأهلي السعودي أو السوداني عفوا عنده هذه المباراة مهما كانت فيها الدربي العربي وأيضا كان يمكن أن تكون هناك مشاركة جزائرية محظة في مجموعة واحدة لكن حسن الحظ لم تتواجد الأندياء الجزائرية شباب الوزداد ومولودية الجزائر في نفسي المجموعية المجموعة صعبة نذكر لكم فقط بالنسبة لأهلي والشباب وأرلندو بيرادز وملعب أبي جون هي مجموعة شباب الوزداد في الأهل المصري والله صعيبة لكن أعتقد أنه لما تكون صعيبة يمكن أن تفرض نفسك خاصة بعد التأهل الصعب لشباب الوزداد تأهل بركلة الترجيح إلى دور المجموعة بصعوبة لكن كما قال لاعب شباب الوزداد في تلك بعد التصلاحات وفي المباراة قال حلوة بصعوبة أو لما تأهل بصعوبة إن شاء تكون تفرض نفسك لكن شباب الوزداد يجب أن لا يضغط كثير على نفسه يجب أن يركز كثير ويلعب مباراة بمباراة فيما يخص هذه المسابقة لكن بالنسبة للمولودية نوعاً ما عندها حظر أفضل بعدما راح توجهته في مازامبي يونغ أفريكانز بالإضافة إلى الأهل السعودي إذا تكلمنا على المسابقة كأس كوفيدرالية اتحاد العاصمة يدخل في المجموعة الثالثة فيها أسيك ميموزا من كوديفور فيها أسي سي جراف من سينيغال أوروبا يونايتن من بوتسوانا هي مجموعة اتحاد العاصمة في حين مجموعة النادي الرياضي الق Have a seen in some parts سينبا تنظاني النادي السفاق سيップونسي النادي الرياضي الق长 Linит وأفسي برافوس دو ماكوينز من أونغولا هي مجموعة الانغولا نفكركم فقط بمجموعة النادي الرياضي الق2 سينبا تنظاني له باع في هذه البوتوال نتيبا تنظاني عبد الحاق بن شيخ ونادي سفاق سيップونسي يعني دربي عربي مع تونس واف سي برافوس دوما كوينز الأنغولي طبعا المباراة في كلها المسابقات ستنطلق بنهاية نوفمبر وتستمر حتى منتصف جونفيا دور ربع نهائي سيبدأ في نهاية مارس ويستمر حتى شهر مايئة 2025 وصوء المباراة النهائية طبعا برنامج هاتفين يخص المباراة نذكركم سينطلق بنهاية نوفمبر ويستمر حتى منتصف جونفيا دور ربع نهائي سيبدأ في نهاية مارس ويستمر حتى شهر مايئة 2025 لأنه بعد مايئة إلى غاية ما سيكون هي فترة للاعب كأس أمم إفريقيا للمحليين لذي قررت التحدي الجزرية أن لا تشارك في هذه المسابقات بسبب ارتباطاتها في تقديرها وأيضا من أجل الاعتناء بالأصناف الشاب المباراة نهائية لم يحدد موعدها بعد ثم كمتابعين كأنصار لندرياض القسنطيني وكأنصار لإتحاد العاصمة وأنصار للمولودية الجزائر وأنصار لشباب الوزداد وشريكم في هذه القرآن هل ستكون نصفة لأحد الأندية أم أنها صعبة مولودية ستواجه مثل ما قلت تيبي مازنبي واحد من الأندية القوية شباب الوزداد سيواجه الأهدي المسر الحامل لدرع البطولة ندرياض القسنطيني عنده صفاقسي تونسي في المنافسة اتحاد العاصمة عنده أسك ميموزة يعني كل الأندية عندها منافسين متعودية على المشاركة الإفريقية لكن مع ذلك أنا في رأيي مضم للمولودية والشباب الوزداد يمكن أن على الأقل يتأهلو إلى الدور المقبل بعدها لكل حديث في حديث وبالنسبة لدرياض القسنطيني والتحاد العاصمة يملكان من الخبرة ما يملكان أرجو أن تكون لهم كلمة في المسابقات كسيركومفيدرالية ثم كمتابعين وشارعكم أعطوها لنا في تعليقاتكم ولا يخليكم شكرا جزيلا